ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم تجاوزت 519 مليون 471 ألف شخصة وفدت الجامعة في أحدث إحصائية لها بأن إجمالي الوفيات جرأ الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و258 ألف وفا وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم والتي بلعت أكثر من 82 مليون إصابة في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية تليها البرازيل بأكثر من 30 مليون إصابة